لم تعد خافية على اي متابع ولا حتى المواطن العراقي البسيط الاسباب والعوامل التي اوصلت الامور في العراق الى هذا المنحن الخطير من سوء الخدمات والفساد والتداعياته واضراره البالغة على جميع قطاعات الدولة ومفاصل الحياة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان صريحا كعادته واكد خلال كلمته الاخيرة بان سنوات طويلة من التخريب والفساد وسوء الادارة في عهود الحكومة السابقة لا يمكن ان تعالج في ليلة وضحاها سنوات طويلة من التخريب والفساد وسوء الادارة لا حل لها في ليلة وضحاها رئيس الوزراء اكد في كلمته ان تظاهرات الشباب الاخيرة حق مشروع وان القوات الامنية ليس لها الاذن باطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه المتظاهرين ان تظاهرات الشباب يوم امس حق مشروع وليس لدى القوات الامنية الاذ باطلاق ولو الرصاصة واحدة باتجاه اخوتنا المتظاهرين الكاظمي كشف عن اصداره امرا بفتح التحقيق في ملابسات ما حدث في ساحة التحرير اما تشديده بسرعة تقديم الحقائق فهو مؤشر على عدم ترك الامور والنهايات مفتوحة كما كان يجري في السابق طلب تقديم الحقائق امامي خلال 72 ساعة وما دامت الكهرباء هي المشكلة الاكثر تعقيدا على الساحة فان الكاظمي اوضح لابناء الشعب بان الحكومة وقعت قبل ايام ملف الربط الكهربائي بالخليج العربي ومع ايران للتوصل الى معالجات سريعة للازمة الحكومة وقعت قبل ايام ملف ربط الكهرباء بالخليج العربي وكذلك مع الجمهور الاسلامية ايران كلمات الكاظمي اكدت انه يدرك قبل غيره بان الانتخابات المبكرة هي احدى الحلول الضرورية الواجب اتباعها لتجاوز ازمات البلاد بعيدا عن اطلاق الشعارات من قبل البعض وانا مصر على هذه الانتخابات من لديه اعتراض على مجمل ومن سرة الحكم عليه الاستعداد للانتخابات لا لتعطيلها ومن يريد استعادة عراق لا يتحدث بالشعارات وهو جالس فوق التل عليه النزول الى الارض وتهيئت الناس للانتخابات وعلينا جميعا العمل من اجل ان تكون الانتخابات نزيهة عادلة وممثلة لارادة العراقيين رئيس الوزراء وضع اصبعه على مكمن الخطر وطريقة تفاديه بقوله ان العراق يجب ان يبنى بارادة الشعب وليس بارادة اللصوص والخارجين عن القانون ودعاة الفوضى ان العراق يجب ان يبنى بارادة الشعب وليس بارادة الرصوص والخارجين على القانون ودعاة الفوضى كلمات رئيس الوزراء جاءت في توقيت مفصلي وذي خصوصية ووضعت النقاط على حروف في ملفات شائكة وكشفت انه يراهن على فطنة وذكاء العراقيين في ادراك خطورة الوضع وتشخيصهم للمتسببين به